أطلقت أبل قبل شوي تحديث جديد للأيفون رقمه 16.1 والتحديث فيه إضافة لبعض المميزات وإصلاحات عامة وأهم المميزات أول شي صار عندك الإمكانية أنك تعدل خلفية في الشاشة الرئيسية بشكل سريع مو مثل أول بس تعدل على شاشة القفل وحالياً صرت تقدر تشترك في خدمة أبل فتنس بلس من خلال الأيفون وما صار شرط يكون عندك ساعة أبل عشان تستفيد من هذه الخدمة وأضافوا ميزة الأنشطة الحية وفايدتها مثلاً إذا كنت تتابع مباراة أو شي تظهر لك النتيجة على شاشة القفل وتتحدث باستمرار قدامك وما تحتاج تفتح الأيفون أو التطبيق وتفيد أيضاً في تتبع الشحنات وغيره ولكن لازم المطورين يحدثوا التطبيقات حقتهم عشان تدعم هذه الميزة وصلحوا مشكلة نسبة البطارية اللي كانت ثابتة ودائماً تبين إنها فل وصارت علامة البطارية تنقص تماشياً مع بطاريتك الحالية وإذا صورت الشاشة وسويت تعديل الصورة وضغطت تم بيجيك خيار جديد اللي هو نسخ وحذف لقطة الشاشة وتقدر تسوي للصورة لسق بالواتساب وغيره بدون ما تنحفظ بجهازك وتسوي لك زحمة وفعلوا ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية بسلسلة آيفون 14 ولكن الميزة حالياً تشتغل في أمريكا وكندا والله أعلم متى توصلنا وأضافوا ميزة الألبومات المشتركة واللي تقدر من خلالها تشارك الألبومات مع الأشخاص اللي تختارهم وتطبيق المحفظة صار فيها ميزة مشاركة مفتيح السيارة أو الفندق وغيره لكن الميزة مشغالة عندنا حالياً تقريباً هذه أهم المميزات الموجودة بالتحديث وحسب تجربتي التحديث مستقر جداً وسلس وما واجهت فيه مشاكل من ناحية البطارية أو الحرارة ترجمة نانسي قنقر